ايه الرسالة اللي عاوز توصلنا اياها في الدقائق القليلة عايز اقول لكل مشاهد انه تمتع بالرجاء اللي الرب بس بيديه او عا تتلخبط انه برجاء العالم او انت تحاول تصبر نفسك او تخلق في نفسك الرجاء دي لمسة من الرب واللي على قلبي من كل القلب ان انا بصلي النهاردة انك تعرف تستقبل ازاي الرجاء اللي من عند الرب دي لمسة الهية تقول له رب كده تعال انت المسني واملاني بالرجاء على فكرة اخ نزار كمان كنت عايز اقول حاجة كده حستها في الوقت ده فضل على موضوع الية لان الرب اكلمني فيها في بداية السنة انه احنا لازم الكنيسة تتوقع اننا نشوف نشاط ملائكي يزداد في هذا العصر لان ليه علاقة بالرجاء وده ليه علاقة بموضوع الية لانه في القصة عشان الرب يرمم اليه مرة تانية للمكان الخدمة ارسل ملاك ورجاء ملاك كده اتى ملاك ومسه وقال قم وكل وحاجة بتتكلم عن رحمة الله وعنايته اللي فيها تدخل للملايكة واحنا النهاردة بنصلي باسم ياسوء اننا نشوف نشاط ملائكي الرب اكلمني عن سنة عشرين واحد وعشرين انها هتشهد عن نشاط ملائكي كسيف زي ما كان عشرين عشرين فيه نشاط شيطاني كسيف جدا من الكورونا وهيجان والخوف وكل حاجات زي كده في اسم ياسوء ان يكون فيه نشاط ملائكي كسير جدا سواء على الخدام على الكنيسة على المؤمنين علشان دي كأنها بتدفع دايرة الرجاء في حياة المؤمن نفسي اشجع كل شخص يقول له رب تعالى افتحني النهاردة كده عايز اشوف ملائكتك مكتوب انه بيرسل ملائكته يرسل كده ملائكته علشان ايه لقالة تحصل بحجر رجلك الرب عايز ينقذن يرسل ملائكته من اجلك هل انت متوقع انه في ملائكة تيجي وتخدمك وتنقذك لانه فيه علاقة بين الملائكة والرجاء اللي بيتخلق فينا اشتركوا في القناة